في مجال الفن التشكيلي احتضنت مدينة فاس فعاليات صالون المغرب للفنون التشكيلية تظاهرة تقترح مجموعة من اللوحات من إنتاج أزيد من عشرين فنانا مغربيا تناولت ثيمات استحضرت بعضا منها البعد الإفريقي محمد الواهبي ومصطفى الزحري عشق مدينة فاس هو يام بمآثرها وحب لأناسها شموخ معالمها الثقافية العلمية الفنية بأرضها المعطاء تشكلات حددت مساحاتها إطارات طوعتها أنامل مبدعة هذه الطورة ارتأت أنها تكون بهذه الطريقة هي تفاعلية أكثر على الصفحة الرسمية للجمعية الكاملة والفنون التشكيلية وعلى الصفحة المديرية الجهوية لوزارة الثقافة عدد المشاركين هو 21 فنان من مدينة فاس إضافة لذلك يوجد انفتاح على البعد الإفريقي هي فرصة جميلة من أجل تألق الفنانين ومتنفس رائع للفنانين بمدينة فاس وخاصة أن هذه الفترة عرفت إبداعات فنية لكثير من الفنانين للطبيعة انتقى الفنانون التشكيليون الألوان الفاتحة الزاهية وللتجريد منها اختاروا ترميز اللوحات وتشكيل الأفكار بالألوان المتناصقة الفن بالنسبة لي هي لغة الروح التي تمشي من روح لروح هي عبارة عن موسيقى داخل الروح التي تنتقل من روح إلى روح بشكل خيالي المعرض جد متميز لأنه تضم نخبة من الفنانين الوازنين بالمصار الفني ديالهم الكبير وبالعطاءات الفنية والإنسانية ديالهم جوهر الفكرة والشكل ونقل الواقع أو الانقبع وتصوير التجربة بقيمها الروحية ورسم الهندس من الأشكال بصمات إبداعية حضرت في أعمال أزيد من عشرين فنانا خلال صالون المغرب للفنون التشكيلية